أول سؤال وصلنا بيقول دلوقتي يا شيخنا لو زوجها بتعاني من زوجها ويعلم ربنا هي قد إيه حاولت معاه إنه يتغير ويتتقل لها لكن مفيش فايدة هو ولده على أربع بنات وللعلم ممت وخواته كويسين معاه وبيحبونا ويحبوها وبيقولولها كتر خيرك على إنك أنت مستحملها دلوقتي يا شيخنا هي جابت أخرها خلاص وتعبت وما عدتش عندها طاقة للتحمل وطلبت الطلاق فهو قال لها عشان أطلق اكتبريني أنت أصلا ملكيش حاجة عشان أنت اللي طلبت طلاق هل الشرع يا شيخنا بيقول كده هو الشرع ما بيقولش كده في العلاقة كلها يعني العلاقة كلها طبعا أنا عارف في عندنا نمازج وإحنا بنتكلم عنها نمازج بتبقى صعبة شوية ونموذج الإنسان الاعتمادي فهو في الحقيقة هو بيعمل كل اللي بيعمله ده لأنه هو وظائف الزوج مختلة شوية عنده هو إيه اللي حصل لما أنتوا جايين تفترقوا ده بيتوقف على وهو طلقك إزاي مش إن الواحدة لو طلبت الطلاق فجزا طلقها يبقى ملهاش حق لا هو طلقها إزاي لو طلقها الطلق المعروف إنه طلقها فقط طلاقا رجعيا فيها تاخد كل حقوقها لكن لو طلقها طلقها على الإبراء وإحنا عندنا حاجة دايما بنتكلم مع الناس على مسألة الطلق النبيل لأن في الأخذ خالص أنت عندكم أولاد فإذا كان عندكم أولاد فلازم الطلق ده يكون طلق نبيل إحنا بنقول الناس بتقول بدل هي اللي طلبت الطلاق يبقى ملهاش حق لا هو لو طلبتها هي الطلقه فطلقها طلقها راجعي ليها كل حقوقها ليها مؤخر الصداق وليها النفقة سواء نفقة العدة أو نفقة المتعة كل ده ليها إنما لو هو طلقه على الإبراء يبقى خلاص أنت اللي تنازلت عن حقك في كل ملك يبين مسألة عن كيف سيطلقك أما إذا كان هو بيقولك أنت بدل أنت اللي طلبت طلقه يبقى ملكيش حق لا ده مش قانون في ناس كثيرة عندهم نبل واحدة طلبت طلقه مع ذلك يطلقها ويديها أموالها وده راجل نبيل أما إذا حصل التفاوض ده فهو إذا طلقك على الإبراء يبقى مش تاخد حقك هل ده واجب عليك إن أنت تأملي كده ومش من حقك إن أنت تطلقه وتاخد حقك لا الكلام ده مش صحيح طلاقا راجعيا يبقى إيه اللي حاصل يبقى تاخد كل حقوقك إذا طلاقك على الإبراء يبقى ساعتها أنت اللي تنازلت عن هذا الحقوق وعلى فكرة الطلاق على الإبراء مش لازم تتنازل عن كل الحقوق حسب التفاوض اللي بيقع بينكم ممكن تسيبي بعض وممكن تسيبي الكل فإذا المسألة مش معنى إن أنت لو إنك أنت عندك أي نوع من أنواع الدر فطلبت منه الطلاق فطلائك طلاقا راجعيا يبقى أنت مش أتاخد حقوقك لا أتاخد كل حقوقك فحسب هيئة الطلاق وصيغة الطلاق وشكل الطلاق هو ده اللي هيحدد أنت أتاخد حقوقك ولا لو طلاق راجع أتاخد كل حقوقك لو طلاق على الإبراء حسب اللي أنت تنازلت عنه هو ده شرع ربنا وشرع ربنا ما بيرضاش مش ظلم يا بنتي